حياكم الله والتحية للسادة المشاهدين بقناتكم الكريم لا شك أن مسألة التفاوض يرافقها عادة سخونة في الميدان وهنا نتحدث اليوم عن التفاوض بالنار بالقتال بتسخين الجبهات بحرب برية في المرحلة الثانية محاولة للتقدم والتوسعة أيضا موضوع زيادة الضربات والعدوان على لبنان من خلال القصف الضاحية المتكرر كل ساعتين تقريبا تهديد للقرى بالقصف المتكرر لذلك هذه المسألة مترافقة مع الحديث عن تسوية سياسية وأوراق ومسودات أرسلت إلى لبنان عبر سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ليزا جونسون إلى الرئيس نبيه برية والدولة اللبنانية من أجل الاطلاع وأبداء الرأي في هذا السياق وخصوصا أن اللبنان كان هو أعطى رأيه في هذه المسألة بأنه لا تنازل عن القرار 1701 ولا تعديل لهذا القرار هناك تعديلات وشروط إسرائيلية في هذه المسودة الأمريكية وبالتالي العدو الإسرائيلي يريد أن يحصل مكاسب سياسية في هذا الموضوع وبالتالي لجأ إلى الضغط العسكري والى التدمير الذي يترافق مع الحديث عن وصول المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين إلى لبنان وإلى الكيان الصهيوني ولكن المشكلة اليوم هناك مخاوف أن تكون هذه مناورة اعتدنا عليها ويكررها العدو الإسرائيلي كما فعل في غزة يفعل اليوم في لبنان يقدمون مقترحات أمريكية ومن ثم يقوم نتنياهو برفضها والإسرار على الخيار العسكري على الضربات العسكرية لتحصيل مكاسب سياسية وعسكرية في هذا السياق لذلك اليوم الأمور بخواتيمها هناك أجواء ارتياح وأجواء تفاؤل في أن تكون هذه الأمور أو المسعى الأمريكي اليوم في ظل التوافق بين إدارتين إدارة راحلة وإدارة قادمة يعني بايدن وترامب في موضوع الحل السياسي في لبنان ولكن هم يريدون أن يعطوا مكاسب وجوائز لنتنياهو بأنه انتصر وبأنه لديه إمكانية للتدخل في لبنان ساعة يشاء وأن لديه الفرصة في الدفاع عن نفسه بني هلالين يعني كما يقولون ومن حق لبنان أيضا أن يدافع عن نفسه هناك مقترحات قد لا تكون مقبولة من الجانب اللبناني لا سيما موضوع إمكانية تدخل إسرائيل ساعة التفاعل في الساحة اللبنانية طالما هناك مقترحات مرفوضة لبنانيا هناك نقاط غموض حول هذه المقترحات الموجودة ضمن الصيغة أو المبادرة الأمريكية على ماذا مبني اليوم التفاؤل اللبناني أو تحديدا اليوم تفاؤل الرئيس نبي بيري التفاؤل الأساسي بأن هناك نسبة كبيرة من المقترح هو موافق عليه لبنانيا يعني ما يقرب من 80% من المقترحات هناك بندان أساسيا اللي هما علاقة بلجنة المراقبة الدولية وموضوع التدخل الإسرائيلي ساعة تشاء في الوضع اللبناني أو المنطقة اللبنانية وهذا الانتهاك للسيادة لذلك أي نقاش في هذا الموضوع مرتبط بأن لبنان ملتزم بصقف 1901 لا يمكن أن يتراجع عنه ويمكن التفاوض على هذا الأساس بأنه في هاتين النقطتين لا يمكن للبنان أن يقبل بهم إذا كانوا يتجاوزان السيادة اللبنانية والكرامة اللبنانية وهذه مسألة أساسية سيسمعها أموستوكشتين بعد مجيئه إلى لبنان واجتماعه مع المفاوضين اللبنانيين سواء في رئيس المجلس النيابي أو رئيس حكومة تصريف الأعمال وبالتالي لبنان اليوم يتحضر لأن يبدي رأيه وتقييمه لهذه المسودة ويعطي بدائل ويعطي توضيحات ويعطي مقترحات قد يكون بديلة عما هو موجود في هذا السياق وبالتالي لبنان لم يرفض المبادرة بكلها إنما هو يريد أن يناقش هذه المبادرة في إطار أن يتأكد لبنان بأن هذه الورقة لا تمس بسيادته ولا تعطي فرصة للعدو الإسرائيلي أن يدخل ويخرج إلى لبنان ساعة إيشاء وهو قد يخترع مشاكل أو تجاوز لموضوع نقل الأسلحة أو تموضع للمقاومة وهو كلما يريد أن يضرب بالمقاومة أو يدخل إلى لبنان يخترع مشكلة بأن هناك تجاوز الاتفاق أو القرار الدولي في هذا الإطار وبالتالي يكون لبنان عرضة لإحتزاز أمني كل فترة بحيث يتحكم بهذا الموضوع العدو الإسرائيلي لبنان يريد أن يوقف العدو الإسرائيلي كل أعماله العدوانية وماذا يريد حزب الله؟ حزب الله يريد وقف اطلاق النار وانسحاب العدو الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها على طول الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة من النقورة إلى مزارع شبعة والعودة إلى الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا وتثبيت الحدود فضلا عن أن يكون هناك تعهد للعدو الإسرائيلي بعدم العدوان على لبنان على مستوى الطائرات ومستوى التحليق والمراقبة والدخول البر أو القصف أو الاغتيال وهذه مسألة أساسية اليوم يجب أن تكون مدرجة بأي اتفاق بين لبنان والكيان الصهيوني بأن يكون هناك حلا نهائيا لموضوع إطلاق النار حلا لموضوع العدوان المتكرر أو الاغتيالات وموضوع أيضا الانسحاب من النقاط المختلف عليها حتى في موضوع القرار 1901-2006 كان هناك 13 نقطة متنازع عليها بين لبنان والكيان الصهيوني يجب حلها أيضا فضلا عن أن العدو الإسرائيلي ضم منطقة الغجر التابعة منها التابعة للبنان وهذه أيضا مسألة أساسية فضلا عن موضوع مزارع شبعة وكفرشوبة كل هذه الأراضي هي محتلة من قبل العدو الإسرائيلي وبالتالي يجب أن يتم الحديث عنها في إطار التفاوض ما هو مصير هذه الأمور وهذه أمور ممكن أن تحل بالتفاوض ولكن اليوم الأولوية لوقف إطلاق النار وانسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي التي دخل إليها أو احتلها في منطقة حدودية بسيطة بمقدار 2 كيلومتر سننتظر ما الذي قد يصل إليه المبعوث الأمريكي أمس هوكشتاين يوم الأربعاء جزيلا شكر على كل هذه القراءة أمام بيروت دكتور علي بيدون وستاذ في العلوم السياسية والعلاقة الدولية شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة